جمني من خلال نظرية البعث وأفكاره وأهدافه ونظرية البعث وأفكاره وأهدافه تظرية أمه الكثير من الروايات تشير إلى وجد جدل كبير في مسألة علاقة الرئيس الحمد بالبعثيين وفي إتاحة الفرصة لهم في المشاركة في السلطة خلال تلك الفترة من كان في واجهة القيادة البعثية في تلك المرحلة يروي جزءا من بعض اللقاءات التي تمت بين البعثيين والرئيس الحمدي أو جزءا من النقاشات والحديث الذي تم بينهم خصوصا في بداية المشوار عندما تكون أنت قاعد وتريد تبني دولة وتبني دولة أنا قلت له هذا الكلام إبراهيم الحمدي في القيادة العامة قلت له أنت إما أن تبني بأدوات حقيقية قادرة متمكنة حتى يكون عندها وضوح ماذا تريد أو أنك تكرر تجربة القاضي وقلت له كلمة قلت له أضفت إلى تجربة القاضي عبد الرحمن الرجاني التعاونيات يعني جهاز جديد أتى فوق الأجهزة التي كانت موجودة بدل أن تقلل عنك من الأجهزة وتضع جهاز واحد أساتي ليدولة بمؤسساتها كان أفضل على كل حلقه كان يجتهد اتسع نشاط البعث على كافة المستويات ففي الشمال توغل في مناطق الريف القبلي حيث كان له عنات بأبناء القبائل فشكلت الخلايا في أوساط تلك القبائل وكان له اهتماما في الجانب العسكري وقد أصفح للحزب قطاعا عسكري من الضباط مستقلا تنظيميا خلال تلك المرحلة أيضا يقال أن الحزب كثف من نشاطه في أوساط الشباب والطلبة وبرز تأثيره واضحا من خلال فعالية الاتحاد العام لطلبة اليمن طبعا شوف في هذا المرحلة كان لابد للحزب أن يعود خطوة إلى الخلف مرة أخرى أيوه يعود إلى الخلف ويبدأ يشتغل بعمل سري وطبعا بدأ يشتغل بعمل سري في الريف كوادره وقياداته كانت ملاحقة في انتقلت للريف وبدأت في الريف تنظم وتعيد التنظيم وتجهز خلال فترة كلها طبعا حتى أنتهى فترة الحمدي وصار الصراع الدموي الذي هو بين الشمال يعني باغتيال سالمين ثم الغشمي ثم هنا طبعا في قصة جديدة طبعا لأنه المشايخ كانوا كلهم وقاتل حزب كانوا حتى مجاهد أبو شارب كان في حجة في تلك المرحلة يقال أن العديد من الشخصيات التي كانت محسوبة على حزب البعث العربي الاشتراكي وكانت في السلطة أو القيش سرحت من مناصبها وقد كان ذلك في إطار نظرة العامة للبعثيين ومحاولة الإقصاء لهم على كافة المستويات بأكمل الخلاف اللي أمتد بدون المسببات ما بين الناصريين والبعثيين هم عركة قومية واحدة وتأثر الشهيد ابن رحم الامدي بالفكر الناصري وبين ثم تسميته أمين عام مساعد للعزب الناصري قد ذهبوا إلى أنه يقصوا على البعثيين في السجور يعني في أول للغاء للمقرس القيادة كان مقادم الشارب سرح علي عبد الهباء أبو الحوب سرح محمد أبو الحوب سرح الدكتور عبدالي إذنان كان وزير لدارة المحلية أو سرح عبدالله عمامود كان وزير لإقتصاد سرح تتعاطب معهم الاشتراحة متقابرة سرح ونقل كلهم إلى القلعة لفترة بسيطة ثم وعطلق سرحهم فكان الإنساءة عزب الناصري في تلك المرحلة بيوجود محمد خميس ذلك الطاغية الذي أكتبت بناره كل القوى السياسية ناره يقدر نارت عذيبه وساديته يعني مارس مارسة السلطة العربية على اعتقالة الكثير من المرحلة وعلى أرازهم العسكريين بعض القيادات البعثية البارزة على مستوى قطر اليمن وعلى مستوى القيادة القومية نفسها كأمثال عبد الحافظ نعمان الذي يقال إنه كان الرجل الثاني بعد حافظ الأسد في القيادة القومية هذه القيادات تتحدث عن مرحلة الرئيس إبراهيم الحمدي وتعترف أن الصراعات الداخلية على مستوى الحزب أبعدتهم عن تقييم التجربة بشكل دقيق ومن هذا المنطلق يجري الحديث عن التجربة الحزبية بشكل عام وعن برامجها وأنشطتها السياسية في تلك المرحلة والمراحل اللاحقة هذه المشاكل التي جعلتنا لا نلقي أو لا نقيم فترة الحمل التقييم المضبوط لأن الصراع الداخل هو ألهان عن الصراع العام أو المقرى العام للحراك السياسي على صعب الساحة هذه من القضايا اللي ما زلنا نعاني منها حتى اللحظة مش بس واحدة لا كل الأحزاب الأحزاب اليمنية حتى الآن تتقي نحو الشمولية يعني تكتسب سماة المرض الشمولي هذا الذي كان موجود في النظام السابق هي الآن تقسده ما فيش أحزاب في الدنيا تمثل مصالح كل فئات وشرائح المجتمع ما فيش إلا عندنا في اليمن جميل الحزب يفترض أنه لأنه هو من خلال اكتسابه لهذه الصفة الخاصة بتمثيله لشرائحه الحقيقية يعني نحن كحزب تمثل مصالح العمال والفلاحين والطبقة الثورية والشباب هذه منها نحن من هذا التمثيل نحن نكتسب وعينا بذاتنا وبالتالي نكتسب محدداتنا التي تخصصنا تفرقنا عن ضقية الحزاب الأقرى اليوم الحزاب كلها يطوفوا حول نفس الكعبة ويصلوا للكعبة ذاتها جرت التحولات السياسية في تلك الفترة وأخذت مسارها في سياق الصراع الحاصل وبالأصح في سياق تحركات الأطراف الإقليمية في اليمن ودعمها لمشاريع ترى أنها تضر بمصالحها ولذا كانت عادة ما تتغير قواعد اللعبة السياسية للحركات السياسية الفاعلة في الميدان بل وتتغير القيادة ويتغير الرئيس ويتغير اللاعبون على المدى أنت كنت قوار واحد أو يقال أفضل مدان دار دنيا ضع قابل أنت في ساح النظام وحد الأحرار هيئة وحد الشعب العظيم وانطيابات قوية للمدى الحر الجريم يا شباب العرب هيئة وانطلق يا موكبي وارفع الصوت قوية وشباعتنا عربي رحل الرئيس إبراهيم الحمدي باغتيال ما زال غامضا إلى اليوم في كثير من تفاصيله بينما يتم الإشارة إلى بعض الأطراف الإقليمية التي يقال أنها كانت تقف وراءه أو محركة له بدرجة رئيسية ولكن ما نريد أن نشير إليه في هذا التحول المؤلم الذي غير طريق اليمن واليمنيين هو موقف البعثي منهم فالبعثيون يقولون أنه كان لهم موقف إيجابي بغض النظر عن الخلاف الذي كان قائما بينهم وبين الرئيس الحمدي كان نحن ضد الابتيال وعرفنا يعني أنه الابتيال سبب تجبير خارجي إقليمي دولي وحنا من خلاله حتى نقدر للمبارسة التي كانت تتم ضد كوادر الهزم عسكرية ومدنية كأننا نرى أن الشهيد الحمدي يقود قبل دولة مدنية يعني حديثة وتألم وأصدر الحزب على شكل فيها المؤامرة والاكتيار وأعتقد أنه منهمها بدأت علاقة البعثي من ناصر التفاصيل فترة قصيرة فقط تولى فيها الرئيس أحمد الغشم السلطة ولأن الفترة لم تتقاوزت ثمانية الأشهر فإن التفاصيل الكثيرة لم تحدث في سياق التجربة البعثية أو في سياق التجارب الحزبية بشكل عام والتي كانت عادة ما تجد نفسها في مثل ذلك ضرف أمام مرحلة جديدة وأمام برنامج سياسي يتكيف مع ذلك الضرف ومواكب لمثل تلك التطورات كبتت اليمن خسائر بشرية واقتصادية باهظة كانت تعمل على العودة بعجلة التقدم وتطور ولكن السؤال الذي يمكن أن يطرح أين كان البعثيون في ذلك التحول المعقد وهل لهم دور أو موقف معين والله رغم أنه كان لرفاق دور الغشبيلي في إدارته يعني كان تقريبا تقول المدير المكتب العزفيني كان بعثي وتعفض عندك اسمه الآن شف كيف لكنه كان قاسي جدا وكان عصبيته على الهزبية مش للبعث بس لكل الهزبية حتى المرأة العامة فيهزبية لازم أخروف وهذا كان موقع في هزب البعث العالم يشتغل موقع في حدي منه خارقة مظاهرات للقبوة الوطنيها والهزب البعث في عدار من عديدها يعني حتى في عدن خارقة مظاهرات ضد ضد الغشب أفضل كل تلك الظروف السياسية المعقدة في شمال اليمن والمتسارعة لم تجعل التجربة الحزبية تمر بحالة استقرار إضافة إلى المشاريع التي كانت تجري على قدم وساق في المنطقة العربية برمتها فبقدر ذلك الشتات الحاصل عاش البعثيون وكثير من الأحزاب الأخرى ذلك الشتات السياسي والهزبي في تلك المرحلة كانت اليمن مع موعد آخر من الصراع السياسي العنيف بين السلطتين الشطريتين وذلك بعد اغتيال الرئيس الحمدي في إكتوبر 1977 للميلاد حيث توترت الأجواء السياسية بين صنع وعدن وانفراط الجبهة الوطنية نتيجة تبني الفصائل الماركسية لما سمي بالكفاح المسلح من أجل إسقاط السلطة في صنع تلا ذلك وبعد تسعة أشهر واثني عشر يوما تقريبا أي في الرابع والعشرين من يونيو 1978 للميلاد تصفية الرئيس الغشمي وفي مكتبه بواسطة حقيبة المبعوث الخاص المرسل من قبل الرئيس سالم ربيع علي لتسليمه رسالة هامة خاصة بمواضيع كان قد اتفق عليها ولم يكن الرئيسان يعلمان بأن قرار تصفيتهم القسدية كان قد اتخذ وبدأ التنفيذ في صنع أولا ثم تله المواجهة الدامية بين أنصار وميليشيات سالمين وقيش الحزب الاشتراكي والذي قرر تصفية رئيس هيئة مجلس الشعب الأعلى الأمين العام المساعد وقد جرى تبادل الاتهامات بين نظامي صنعاء وعدن خاصة فيما يتعلق باغتيال الرئيس الغشمي حيث حمل نظام صنعاء السلطة في عدن مسكولية اغتيال الغشمي وبدأت الحشود العسكرية بين الشطرين وصعدت ما كانت تسمى بالجبهة الوطنية الديمقراطية من أعمالها المسلحة في مناطق التماس وخاصة في المناطق الوسطى حزب البعث العربي الاشتراكي يقول أنه كان له دورا كبيرا في هذه المحطة وتحديدا في مسألة تشكيل الجبهة الوطنية وكان له مواقفا مما حدث قراءة تجربة حزب البعث العربي الاشتراكي هكذا تبدو شائكة كما هي الأحداث شائكة وكما هو التاريخ شائكا وملئا بالتوترات والمصادمات التي كلفت الكثير مزيدا من الثمن وفي كل مرحلة تاريخية تبدأ الأحداث بقصة وتنتهي بقصة ومثلها الأحزاب والحركات السياسية أيضا وللقصة بقية ترجمة نانسي قنقر